موسيقى موسيقى لا انت محمد ولا مستحكم المقاربة عمر موسيقى موسيقى نفسنا مع حضراتكم ده مش خناقة في موقف مقرباص او حتى محل عامل اوكازيون او عامل عروض وتقفضات ولا كمان الناس بتتعارك على سندوكشات فول وطعمية او مال ايه الحكاية ايه بلاوي الحكاية ان دي الزوجة ابتسام اللي عندها 36 سنة اللي اساسا من منطقة بمحافظة الفيوم وجوزها محمد الدنيا دائد بيهم في محافظة الفيوم علشان يجبها ويعيش في احدى النواط في القاهرة خاصة منطقة المعادي دي ابتسام وقت ما زوجها كان قافش العشي معاها لكن ما يدرش ان هو يمسكه لان ابتسام كانت وضع احتياطاتها وهربت العشي الاولاني ويعترفت على العشي التاني علشان تورط جزها في الاعدام طبعا يمكن مقتضاد كتيرة في قضية شغلة السوشيال ميديا لكن احنا بصددها طب ايه حكاية الفيديو الاولاني ده يجلاو طب نرلكم الحكاية من البداية الحكاية من عند ابتسام صاحب ده ستة وثلاثين سنة اللي كانت مجاوزة محمد ومحمد دول يعني صاحب ستة وثلاثين سنة ومحمد وابتسام من محافظة الفيوم لذا كان هنعرفين ان شغل في المحافظات الريفية بيكون متر حبتين ومحمد يعني بقفر في السن شوية وقال انا حاوز بقى اعود ويعيش في المدينة علشان ابنة من ولاد المدن وبعد عن الفياحة وبعد عن التعب خد ابتسام وخد جوزي الاولاد وراحوا عاشوا في المنطقة يسمعها منطقة المعايدة لان كان ليه اخ قاعد في المنطقة دي قبل كده طيب عاشوا عيشها كويسها وبدون هما يشتغلوا والراجل ده كان شغال على درها وكده لكن هنا ابتسام بقى اللي كانت حديث الشارع كله ابتسام بتكلم اي حد في الطريق بزوجها اللي اقول لا يا بنت انا بيبصدني كلام وفي ناس بتقول ان في ناس بتيك غريبة بتقوله انت بتشك فيها يا محمد تمر الايام وتعدي الايام لحد ما ابتسام بدأت سريتها طيب على كل لسان لكن هنا ابتسام قالت بقى انا خلاص انا طالما ليا كيف امشي مع عاشق عاشين عشان الناس ما تتكلمش كتير طيب الفيديو اللي راح اضرتكم شفته فيه بداية الحلقة ده يوم الوقع الاولانية اللي كان فيه موجود عشي مع ابتسام داخل الشقة وكانت وضع الاولاد حبصهم في وضع تانية طيب لا الزوج رجع بدري احبتين لكن هنا ابتسام على ما زوج احب يخبط على الباب شوية يترك الباب يعني كانت ابتسام قدرت انها تهرب العشي الاولاني اللي اول ما زوج فتحت الباب ايه يا بنت ما بتفتحيش لي او بنت مستمعاني اطلع انا كنت تعبانة شوية ونائمة طيب ريحة الدخان اللي في القضة دي ايه ابتسام اطلع انت بتحيقلك يا محمد يا بنتي انا ما شربش سجار ولا انت بتشرب السجاه ريحة الدخان دي جاية من ايه طول شوية دراجة بتاع الفح ده فيه ناس مولعة فيه قمامة هنا طبعا بدأت تستفز الزوج لحد ما الزوج فضل يضرب فيها الجيران الجمعت وزي ما حدرتكم شوفتو فيه البداية كده ويقدر الجيران انه هما يصفر الامور ما بينها وما بين زوجها لكن زوجها قلبه يلعب في الفقاء زوجها عارف ومتأكد ان زوجته بتخونه لكن مش قادر يمسك دليل واللي زعله اكتر انه كان مسك العشيق داخل الشقة لكن هي غيابها عن فتحان الباب وقدرت انها تهرب العشيق من مامور او من اي حاجة لان طبعا الشبابيكو اللي بوابتاع الشقة كلها مفتوحة هنا طبعا للزوج بدأت انه يضرب وبدأت انه يضرب فيها لحد ما الناس مجمعت ودخلوا وفصلوا العمل طيب خلاص بقى يا ابتسام انت يعني كنت بتخوني نفسك وتخوني ربنا سبحانه وتعالى وانكشف الستر بتاعك حبة كده يعني ربنا سبحانه وتعالى وارب لك الباب شوي ونجاك وإلى عشيق قدر انه هو يهرب خلاص بقى يحترم نفسك ويهيش ورب يجوز الاولاد لكن ابتسام لا ابتسام بدأت انها تتعرف على واحد اسمه اسماعيل واسماعيل ده عنده 37 سنة من منطقة المعادي وعامل يعني شغال في المياه الغازية طيب بدأت انها تتلغى في التلفون وبدأت انها تجيه برضو الشقة لكن كان العشيق التاني اللي هو اسماعيل يختلف عن العشيق الاولان العشيق الاولان اول ما عرف او اول ما حس انه بالخطر وانه كان هيتقفش وحس ان ربنا سبحانه وتعالى سطر عليه وخلع ما رجعش تاني طيب الزوجة بقى هي تحترم نفسها لا طيب العشيق الاولان لما خلع من حياة ابتسام ولا بتزها بحاجة ولا ساومها بحاجة تخيلوا بقى الزوجة تنشئ علاقة جديدة مع عشيق جديد اسمه اسماعيل عنده 37 سنة وشغال فيه احد مخازن مياه الغازية وتجيبه عندها لحد البيت لكن اسماعيل ده اختلف عن العشيق الاولان لان اسماعيل ما سابش بهمه تعدي كده اسماعيل كان حاطت في دماغه ان ابتسام بتكلم ده وبتكلم ده وبتكلم ده قالك لا انا حاول انا اصورها فيديو وحاول اصورها اصور عشان لو حابت تخرع مني او تبعني اجيبها مغزبا عنها وده اللي حصل بالزبط اللي هبقولك ايه انت تجي لحابة او انا هجي لك حابة عشان برضو نبقى اللي ان انا هجي عندك الفيديو بتاعه هنا طبعا ايدل ان هو يقنعها لحد ما راح اتعاشره في شقةه طيب مرة في اتنين في تلاتة ايدل ان هو يصورها طيب هنا ابتسام حاسي ان الناس بدأت تتكلم عليها تاني ان الزوج بدأ يشك فيها تاني هنا طبعا العشيق قال لها لا دخول الحمام ازاي خرجوا ابتسام دخول الحمام يا ابتسام انت دخلت قلبي وانا بحبكم متفاقين وعملين ومساويين هيكت له لا احنا كده على قطنا جات لحد كده يا اسماعيل وانتهت انت من طريق وانا من طريق قال لها لا انا معايا الفيديو هات انا معايا السواء يعني ايه يعني انت هتهددني يعني انت هتبتزني يعني انت هتفضحني قال لها بالفهم البليان ايوه يعني ايه يعني خلاص مش هنقطع العلاقة يا اسماعيل ده جوزي بدأ يحس ده جوزي ده جوزي قال لها انا عارف ان انت واحدة شمال وعلشان كده لو مرجعتيش ليا تاني واقضنا الى علاقات الوعشة تاني انا هنشر صورك على الفيديو وفي كل مكان وشوفي جوزيك هيعمل ايه هنا طبعا ابتسام بلأت تغبط كف على كف ينهر اسود ينهر ابيض ده العشيق الاولية كانت احسن منه مليون مرة لما احسن بالخطر طار وانت يا اسماعيل اللي عامل فيها يعني وزة فانا طبعا الزوج عاوزة تتصرف تخيلوا تقول لي الزوج انت تعرف مين العشيق اللي كان معايا وانا هربته قال لها يعني كان معاك عشيق قال لها انا كنت خايفة منك وخايفة ان انت تقتني قال لها تبقى اللي خليك اتعرف في دلوقتي قال لها يا اخويا لما هو هرم وانا قدرت اهربه من الشقة واخدين بالكه بدأ ان هو يبتزين بصور طب صورك يا ابنتي قال لها يا اخويا ده هو واخد ايه صوري وبركبها على ايه على صور تانية وعلى بدوعات تانية وفضلت تخدمي الزوج ويقتقلي الدم في علوق الزوج اللي هو محمد العامل ازراعي اللي هما اساسا جايين من محافظة ايفيوق يعني ايه يعني دبست العشيق الاولين مع العشيق التاني وعلشان تهرب من فضيحة الصور اتفعت هي وجوزها ان هو بيطلب منها وبيصر منها ان مقابل حذف الصور انها ترجع له تاني للشقة ويقتعشره المعاشرة الحرام هنا قال لها دب اقولك يا طب ما انت بقى اعترفتلي وكانت وجهة نظر صح والناس ما كانتش بسدقاني لان طبعا بعد ما ضربها وقعانها وبتاع في الشارع الناس بقى طلعت ان محمد ظلم ابتسام وابتسام ست محترم اقول لي ولي 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 فهنا قال لها انا كده ارتحت اعرفيني مكان الشقة بتاعت العشيق يعني هو عشيق قالت له هو العشيق هنا طبعا جواهم كانوا جزء الشقة لكن حابت انتقى من العشيق التاني في مجال او بكنف العشيق الاولاني هنا طبعا لا ما تظهرولوش ان انت خايفة ما تظهرولوش ان انت رفضة انت حاول ان انت ايه تقولي له بقى ده عشان جزء كان قارس عليها حابتينه وبتاع انا هكيلك بس انا مش هكيلك مش هكيلك يا اسماعيل مزل كل مرة هكيلك كل مرة كنت بقى بالساعة وبالاتنين لا انت تجاهز نفسك بالضبط نص ساعة علشان الحق بيت اللي انه جوزي بده يشك فيها اتفقت هي وزوجها محمد ان هما اينوا حياة اسماعيل تتدبروا ازاي القصة والحدودة هنا خلى ابتسام تكلم اسماعيل وتتعامل معاه عادي خالص انه ما فيش اي حاجة وبدأت تروح له الشقة وسهل الدخول الزوج يعني ايه طبعا بتروح شقة العشيق عامل انها صاحبة بيت عامل انها صاحبة مطرح يعني وهنا طبعا قالت ان احنا خلاص اتبعت معاجوزة بقى وهما ان العشيق وهي في حجرة النوم هي هتتسحب وتفتح الباب برح وده اللي حصلت بالصمت هنا طبعا راحك له العشيق وكان الزوج قاعد متوظر تحت اسفل العقار وهنا طبعا دلفت وبدأت انها روبا ساعة ونص ساعة يعني عامل واجب كده على السريع بدأت ريدنا على الزوج عشان معرفاه مكان الشقة تبقى قوم اخد شور وبالفعل خلاص العشيق مد الأمان العشيق مش خايف يا جدعان بدأ انها تتحسن صبقه وتقوم وتمشع على دوافر رجلها علشان بالقصد انها تدخل الحمال وفتحت لزوجها الشقة علشان اسماعيل وابتسام يكونوا هما الاثنين على اسماعيل اللي هو عامل المياه الغازية الواقع دي تمت فيه شارع اسمه اهل الرايا خرطة ابو السعود في منطقة المعهدي يعني ده الشارع كده يا جماعة قلنا لحراركم شارع اهل الرايا الزوج دخل وطبعا متفاقنا على كل حاجة هي دخل بقى قط النوم والعشيق مطامن ده شاعته ما فيش حد هيقدر يدخل وطبعا الباب مأفروض باب الشقة هنا طبعا بدأت انها تعرق العشيق ويمارسوا العلاقة مرة تانية لحد ما الزوج دخل دخل عليهم بالوضع ده وبدأ هما الاثنين يعني يسددونه طعنات وضربات وهنا طبعا كان كل كلمة على حسب الاطلافات الزوجة والزوج او العشيق والزوج البغل بتاعها يعني ان كان بيقول لهم خدوا كل ما املك وسبوني اعيش هنا طبعا بس نعرفوش بالحالة ولا سمعوا الكلام والاستغاثة بتاعته بدأ ان هما يسددونه طعنات بشاكوش حديدي من لو بتاع النجارين دول والزوج لما يحس ان العشيق بدأ ان هو يهمد او خلاص يعني يضعف جار على المطبخ واستلي قال حد اللي هي السكين من مقتنات او احتياجات او محتويات العشيق وانا تسدد له طعنات لحد بقودة بحياته طب ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ان في دم بدأوا ان يجوبوا التشيرت اللي العشيق كان لابسه وبدأوا يمسحوا اصلوما يعني الواقع كلها تمت فيه شقة العشيق بدأوا يجوبوا الملابس بتاعت العشيق ويمسحوا بيها الدم وفي الاخر اموا واخدين التشيرتات بتاعت الدم دو كلها وراحوا في قعدة الحمام وقامت الزوج على مياه وحط عليها مياه طيب اينزلوا ازاي وهدومهم عليها دم تخيلوا تخيلوا ان الزوج يلبس ملابس العشيق علشان ينزل بيها فين؟ ينزل بيها من العقار علشان بقى ايهرب على المكان اللي هم وقود فيه خلاص يعني هم اتخلصوا من الحد اللي تم بقى ارتكاب الجريمة والملابس بتاعت العشيق وقفلوا الشقة وراهم ومشوا طيب العشيق بقى اللي هو اسماعيل اللي عنده 37 سنة ليه اخ اسمه كريم ساكن قريب منه طيب كريم بيرين على اخوه مرة ما رضيش اتنين ما رضيش تبوز اعلان المهم عدى يومين علشان يروح يتطمن على اخوه الباب مقفول الريحة بدأت تطلع هنا قلق سأل الجران مش هفنوش من يومين نزل بدأت يعني اتصل على الجهات الامنية والشرطة اللي حضر في التوير اللحظة وطبعا استذروا اسم النيابة العامة بكسر الباب عشان يدخلوا يلقوا اسماعيل في منظر قريم يكتبوا على اي افن طيب هنا الناس بقى بدأت تستغرب مين اللي عمل كده في اسماعيل احنا طبعا ولا كنا ولا شوفنا له مشاكل ولا شوفنا له اي حاجة على حسب بقى نصب الاكمنة ونشر المصادر السرية والاتحات والاعترافات والتفريغ الكاميرات تفريغ الكاميرات ايوة انت تسيتوا ان الزوج لبس ملابس من ملابس العشية يعني هنا بتفريغ الكاميرات ده اسماعيل اخويا اهو اسماعيل اخويا اهو نميل ده كان الاخ اللي هو الكريم اللي كان قاعد بيتابع الحلقة وبيتابع البحث سويه التحريات مع رجال الشرطة ويجابوها عشان يتعرف من النازل ومن الخارج من العقار هنا طبعا لما يفجي ان اخوه نازل ماشية اخويا حي لا يا جماعة ده ركز شوية ده فيه اختلاف في الجسم فيه اختلاف في البنيان فيه اختلاف في الطول في العرض فيه هنا طبعا هنا بدأوا يقربوا الكاميرا وبرضو من ناحية تانية التحريات اثبتت ان فيه علاقة محرمة ما بين اسماعيل واحدة الساقطات يعني هي صنفت كده انها ست ساقطة علشان كده بتعرفض على اكتر بني عشيه وسيتها على كل لسان فعلشان كده بقى اشدده وكسفه البحث والجهود الامنية لحد ما تم الاب على الزوجة وعلى الزوج الزوج اللي زوجته ورطته يعني لما تعترف لك عمل حاج وتقول لك ان انا العشيق الاولاني وانا خبت عليك وانا هربته وانا 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 وفي الاخر تيجي تقول لك ده هو بيبتزيني فين الحمية وفين الرجولة وفين البرجلة بتاعتك يعني ايه؟ يعني انت تروح تتخلص من العشيق العشيق طبعا مخطئ واخطئ واحنا ما بنبرشش جريمته لكن انت تصرفك ورد فعلك ايه؟ مع الزوجة ما الزوجة هي اللي ورطتك الزوجة؟ هي اللي فتحت باب بتاعتباطها يعني ايه؟ يعني تورط نفسك علشانك؟ المفروض ان انت مفيش بينك وما بينها غير حتة ورقة ترميها لها كنت تسجل اعترفاتها ضده قدام حد كنت تحاول ان انت يعني تسرح بها ان تشهد بالكلام ده قدام الناس كلها لكن هي ورطته وورطت نفسها ويأتمت اولادها وانت حياة انسان انسان اخطئ؟ اه لكن احنا لما كل واحد ياخد حقه بديه اكيد هنعيش في غابة هنعيش في ايه؟ في غابة هنا طبعا تم الابضع لهم هما الاثنين محمد وابتسام اللي هو الزوج والزوجة وقرد درجات التقاضي في القضية متعددة لحد ما ازدل السطار عن القضية بحكم الاعداد لان هنا سبق الاسرار والتلصد وليت القتل العمل من الزوجة والزوج بنقول مش كل الانسان اللي حق بيكون مظلوم ولا كل انسان مظلوم بيكون لحق هنا كده الحلقة انتهت لكن احنا هجين رأي حضراتكم في القرار اللي اخده الزوج هل الزوج كان قراره صحيح انه سمع كلام زوجته وراح يتخلص من العشيب ولا المفروض كان طلقها ولاية احتماء انتظروا عراء حراركم في القومات لانه قومنتاتكم وعراءكم بتهمنا جدا 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 وكان معاكم اخوكم مجدي البلاوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة